اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والعمل الجماعي وجعله قطاعا اكثر ربحية وتنوعا واستدامة والعمل على مواجهة تحديات القطاع والدفع نحو العمل في اطار امن الطاقة والاعتماد على مصادر مستدامة والدفع نحو الوصول الاهداف البرتبطة بخطة الوصول الى الحياد الصفري وتنويع مصادر امدادات الطاقة وادارة الموارد الطبيعية واختتم سموه اللقاء بتقديم الشكر والامتنان لكافة العاملين في الشركات التابعة للشركة القابضة للنفط والقاز نظير جهودهم الكبيرة وعمالهم الدؤوب وحرصهم على اتباع افضل الممارسات المهنية موضحا ان رعاية وتقدير هذه الجهود يحقق التطلعات المرجوة للوصول الى مراحل التمييز والكفاءة والتي تضمن تحقيق النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة